مرحبا بكم اليوم نعمل مع بعضنا دبارة متعشقة انفطر ابننا وعلى السرية صحيح حاجة بزارة اما هكذا وعملنا اول حاجة هنا عملت رشتة جارية نغذر له جلبانة رشتة جارية وصف النارية والقديت وحتيت فيها لكلافظ وحتيت صحيف جلبانة جارية نرشتة جارية وحتيت لكم الرابط بسندوق الوصف بالتفصيل وحتيت طيب مع كل لفاحات وحتيت لها طماطم كالشريحة وحتيت لها طماطم وحتيت لها طماطم وحتيت طعب القديد وطعب الخضراء وحتيت لها الرشتة نعمل شاباتي المهدية نعمل تعطلثة من الناس كيس سفيرينا كيس سميد أرطب ومغرفة مليانة وفاحات خبز ومغرفة صغيرة معهدية من ملح ومغرفة صغيرة مع المالية خبز معناها تشتر باكو اللي عنده يقيس بل باكو ومتاع الخميرة عليها كيس ماء دافي أو كيس سميد أرطب وكيس ماء دافي نضيف الكل مع بعضه و نتعامل عجنا للمهم ما إذا هل السميد و الفرينا شربوا بالقدي وشيح بالقدي و زيادوا بقدي وكذلك أو سأرخزوا دائما الفرينا و السميد يختلفوا من ماركة للمهم بالقدي بالأول هل هنالي قد هل عملتوا على بكرين اتسمى مع العصر وخميرة لا تفوت في الساعة وانواع خميرة خاصة للجافة إذا فتت ساعة ساعة ونصف ساعتين تموت الخميرة إذا تموت الخميرة لا تعطي ريحة قارصة و لا تعطي ريحة قارصة و لا تعطي ريحة لا تفوتوش بتخمير ساعتين كيف نعمل هنا؟ و أنا مزيد بكري على شقال الفتر عجنتها كما ترى وحطيتها في الفيساشة وحطيتها في الفريجي دير و قبل ما نطيبها بساعة كنص ساعة نخرجها هنا يزدتها تقريب 3 غرفة كبار زيت بعد ما عجنتها زيتها الزيت في اللخر بالكل و نعاود نعجنها حتى تشرب الزيت إذا تعجنوا بالعجنة العملية عملوها في العجنين في اخر العجنين تضع زيت وكهو وحضر حضرة العجنة 12 باتية مهدية سهلة لا يوجد حتى شيء نجم تعمل حشو متاع السندويتش نجم تعمل كسرة هكية ولا تعمل حشو متاع مطبقة و كانت عندك الفكرة حطيتها على جناب كما قلت لكم و نحطها في ساعة شيء في الفريجي دير حتى نحضر نعمل طاجين ملسوق عندي الهني اصدرن بتاع الجيش قصيته تروف كيما تراوه كيكا داند يظهر يطلع لي داندن بعدي داندن و حتيتها مع كعبة بصل قصيتها زيتها جويدة حتى بلو كروية اكله في حرس الحانون شوية كركم والزيت والملح هكذا انتي والكمية ارميت الرشتة رجعت نطلع عليها ماذا بينا ديما السوس المرقة متاع الرشتة والمحمصة والحليلة متكون اكثر من الحاجة اللي مش نرميوها ما كانش تشرب من بعضه تولي يبسة و حطيت كاس متعتاي ماء على التخطوخ هذيك متاع الطاجين ولا اقصة والمحلة و قصيت فيها فتفتة السمطة للسندويتج والمهدية والميك و للطاجين اضع 3 كعبة باللطاجين 3 كعبة المكناة السمطة للصدويتج ثلاثة كعبات يستحق أكثر ثلاثة كعبات ثلاثة كعبات خطر مع أنت أبيض استعملت الصفر ثلاثة كمشة جبن كما البرمزان كما البرمزان وإلا جبن الملح يبنني لحقيقة يحب ويذكرني في الطاجين الزمني العربي وضعت عليه كمشة كبار لا تضعوه ثلاثة كعبات ثلاثة كعبات ثلاثة كعبات اعملت بهم الابتفور وقعد لي منه الابي حسين ثلاثة كعبات الطاجين ملسوق اعملت لكم برشة مرات لا يجب أن نضع وضع البيريكس ورشيته بالزيت وضع الملسوقة وكل طبقة نضع الرشة كالزيت وكيفية التعاون على الكوجينة وبين الطبقة نضع الرشيت في الفور ثلاثة 30-35 دقيقة تلتطين ثلاثة 3 صندويتش نقوم بإضافة بالزيت نقوم بإضافة كل صندويتش نقوم بإضافة الكعبة نقوم بإضافة الكعبة نقوم بإضافة العجينة نقوم بإضافة الهجينة ونقوم بإضافة العجينة ونقوم بإضافة 3-4 مرات لتحل مستوى لتحب الكاتشاب وضع كاتشاب وضع الضم وضع الضم ونقوم بإضافة الماء لتلصق الماء بإضافة الماء وليس تحل في الطيب فقط من الميونيز أو برشا جبن في الطيب ونقوم بإضافة ماء والأسفر نقوم بإضافة تطبيق على حرف الصندويتش ونقوم بإضافة تركينا ونقوم بإضافة تركينا ونقوم بإضافة ونقوم بإضافة التجين الملاوي هو الشيء من الطيبة تصبح مصدودة و المسائلة و تصبح مصدودة في الطيبة و تصبح مصدودة و تكستور و هذا مصدودة و جبن نضع جبن مثلثات نضع جبن مثلثة ونضع جبن مثلثات ونضع أكثر ونضع أعضم ونضع جبن مودزاريلا ونضع جبنة ونضع جبنة كالشدارة من المبورور نضع جبن وضع الطن ونضع الطاجين ونضع جبنة ونضع الطاجين ونضع الطاجين يصدر جبن ونضع الطاجين ونضع طاجين او كان قوي في النار طوي يحرقه لكم يعطيكم انك ضربت الحريق طوا نطيبوا على الشيرة الولى وبعد نقلبوا على الشيرة ثانية وبعد نقلبوا على الشيرة الوطنية هذيك الاخرى هذين تسمى نسيتها وهيك تحرقت منها شوية مش تحرقت يعني تحمرت عطاتك الريحة والمطعم بتاع تحمير وكي نقلب للشيرة الاخرى ووزروا كيفاش ننزل عليه باش العجينة تمسلي في الطاجين والطيب من الشيرات لكلها خطر تستويت تطابط على الشيرة وفي الطاجين والطاق وفي الطاجين والطاقين وفي الطاجين والطاقين كنت قبل نضع كمية كبيرة ويسر قارس لم نضع كمية صغيرة ونجرب حتيته ونصخن الماء ومن بعد نضع الحليب ونصب عليه ونجعله حتيش ليه يحمارك الماء وليوم حصل ما لم يكن في الحصبان وقريب يدنا المغرب حسينو عبيتك الماء وطاق يترمي سخون يغلي على صقية جي وفي القاع وفقه الغاز وعلى الصندوية شا حسينه قاعدت غاد صغادي تغششت الحقيقة ما كملتش صورت طاب بالطاجين هني وريدكم بالطاجين وكهو كملت العشام تاعينا والحمد لله معناها خديت وقت خديت وقت بالقدام باش كملت نظفته شاية حتى كشاية راكل كله هكا واحد يرد باله من غدوة رديت بالي وحطيت معناها بشوي بشوي نحط الماء ونركح نحط الماء ونركح بشوي في الحليب باش ما يطرشقش